صمت دهرا ونطق كفرا ذاك ما علق به الكثير على بيان رئيس هادي بشأن تطورات الأحداث الأخيرة جنوبي اليمن فالرجل الذي ضربت قواته على مشارف العاصمة المؤقتة في معركة استرداد العاصمة الثانية المختطفة لدى ميليشيا الإمارات خشيت ظهور أمام شعبه والرأي العام الدولي ليحكي كيف أن الإمارات التي استقدمتها السعودية في حربها على اليمن تحولت إلى غاز وطامع في البلد ومقدراته وربما لا تكون الخشية وحدها هي من منعت الرجل الذي أطال الصمت من الحديث فهناك أخبار تتحدث عن منع وسائل الإعلام عليه من قبل السعودية التي وضعت حياته مقابل الخروج عن التعليمات وعدم الالتزام بتنفيذ الأوامر لتكون محصلة الموقف الرئاسي بيانا يقال إن ذلك مرتضاه السفير السعودي محمد آل جابر الذي نصب نفسه بريمر لليمن وربما قد يتداخل ذلك مع عوامل عديدة لعل أهمها هو أن الرجل تمثل دور السياسي البرقمات الذي يتحرك في المساحة الضيقة دون ملامسة الخطوط الحمراء في وقت لا معنى للسياسة بل للحياة سوى الموقف الموقف الذي يخشاه هادي وجميع النخب السياسية من أحزاب وتنظيمات وحركات سياسية فجلبت لنفسها ولليمنيين الذل والمهانة هروب الرئيس هادي من تحمل تبعات موقف تاريخي في ظرف حرج تنتهك فيها بلاده من قبل دولة دخيلة على الجغرافيا وطارئة في سفر التاريخ قوبل بموقف آخر من الحكومة التي أعادت المسؤولية إليه في رسالة حددت فيها إجراءات عملية لمواجهة الغطرسة الإماراتية لكنها لم تتخذ قرار تنفيذها وذلك قد يكون هروبا من المسؤولية أو خوفا من تجاوز برقراطية البروتوكول وأمام هذا الضعف والغروب من المواجهة تتبجح الإمارات فتقتل وتعترف غير مبالية ولكنها أيضا تأتي بمبرر أقبح من الدم وأشد وطأة على قلوب اليمنيين المدمات والمغدورة أريق الدم اليمن وذلك أمر غير مأسوف عليه من الإمارات ومن السعودية أيضا التي أوكلت المهمة وراحت تتابع النتائج بصمت وقيل أن ما حدث واستهداف لمجامع إرهابية تلك المجامع في قوة الجيش الوطني التي قدمت السعودية والإمارات لمساندتها في استعادة الشرعية المعتقلة في الرياض توارت الأهداف المعلنة خلف الأطماع الدفينة ووجدت السعودية الفرصة المناسبة لتمزيق البلد الذي أرقها وجوده وتوحده وأكثر ما يخيفها أن يبزغ فجره على حين غفله أما الإمارات فليس أفضل بالنسبة لها من هكذا فرصة سانحة تمكنت فيها من مقارعة فرس ملجوم إنها عقدة التاريخ بالنسبة لإمارات الساحل العماني التي تريد تدوين اسمها ولو كان ذلك بالدم وبالخديعة وبالخديعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر